لازم نوضح المصطلحات لكي لا ندخلش يعني دون دي تيوري دي كال دون دي تيوري لما نتكلم عن الإدارة كأدات الإدارة كانت أدات حقيقة الحين لنظام سي بار دون صور تيجوراتيك يعني سي دون صور السيستام سوسياليس كوني يعني معروف وما كان يلقى آنذاك بمثبت البيروقراطية هو يعني كانه في بعض الأحيان حتى يأخذ جان قاني سوسياليس كونيبارك كل ما هو غير سياسي فهو بيروقراطي عرفتو هذا وشكل أنا ذاك هذه طبعا كانت خلال المشاركة في حصة اللي قامع الصحافة مرجح أنها كانت في 1991 يعني واش كان تبون آنذاك كان هاي المسئوليات انتعوا التحق يعني تخلي الحكومة كوزير منتدب مكلفا بالجماعات المحلية وزير في وزارة داخلية يعني رقم اثنين في وزارة داخلية في حكومة غزالي لتشكلت في جوان 91 مباشرة بعد أحداث بعد إضراب الفيس والقمع اللي تابعوا وقتل المئات في الصحات العامة ومرور الدبابات على الصحات العامة في أول ماي في صحة شهداء في أماكن كثيرة وفي مدن كثيرة مئات القتلى للأسف مئات القتلى مرت عليهم الدبابات وهم نيام شوش صار في مصر الفرق برك أن في مصر القتل كان في النهار في الجزائر في ربع جوان القتل الدبابات مرت علي الناس وهم نيام في الخيام من تاحهم وفي الاحتجاجات اللي كافية في الأماكن اللي كانوا دعينها في الصحات وهم نيام مرت عليهم الدبابات إذن كان في حكومة سيد أحمد غزالي اللي كانت ما بين جوان 91 وسقطت هذه الحكومة بعد موت بعد اغتيال مش موت بوظياف سقطت الحكومة بداية جويلية 92 سقطت معها تبو لكنه شارك في توكل تلك الأحداث فهو يشعر أنه معني باتهام خالد نزار تبون عبد مجيد تبون معني كما هو معني عطف يعني سبحان الله بعد 31 سنة 31 سنة بعض الفاعلين الرئيسيين في تلك الأحداث تلحقهم بتهم ويكونوا هم بعض هم من كبار المسؤولين أو رئيس دولة أو كما يسمونه أحيانا